شك أصحاب البساتين والأراضي الزراعية من السياسة المائية الخاطئة التي تمارس ردهم بسبب غياب التخطيط وهدر المياه في السنوات السابقة الأمر الذي أدى إلى جفاف الأنهر ودمار عدد كبير من أراضيهم الزراعية مطالبين بتوفير المياه الصالحة للشرب بعد أن تركوا الزراع لإشعار آخر بسبب غياب الإدارة الصحيحة للموارد المائية نحن عندنا أكبر 300 دونام البساتين كلها ماتت البساتين جفت عندك البحيرة جفت عندنا خريسان مخريسان همجف ماكو والناشد من الحكومة والناشد من الدول الجوار إيران تركيا يعني تراعينا إنا تراعى هل 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 ملوك تعالى اتراعى الناس أحنا هذا الدولة مرتنا جزنا منها جزنا منها حاليا احنا اكثر من مليون نسمة في محافظة الديالة حاليا الريد الماء هسا البساطين ماء خالف خلج جف بس احنا كمواطنين كإنسان كبشر الريد الماء عاد غسيل شروب ما يعني نحتاجه بأي شيء مي اذا ماكو ماء يعني ماكو حيات فيما اكد مراقبون بان ازمة المياه ستكون ازلية بسبب وجود السياسات الخاطئة من قبل الدوائر المختصة مطالبين رئاسة الوزراء باتخاذ اجراء وخطة طوارئ سريعة لا سيما بعد وجود شحة كبيرة حتى في مياه الشرب صراحة ازمة الماء والازمة المائية بصورة عامة في العراق بصورة عامة يمكن صراحة تصير ازمة ازلية بسبب السياسات والتخطيط الخاطئ لكل الدوائر المعنية والوزرات المعنية وعدم يعني بضح خطة محكمة للسيطرة على الفيضانات والسيطرة على الشحة وهذا يعني دي سبب كوارث مرجحها على المواطن بالدرجة الاولى الاف البساتين اتضررت اثناء الفيضان في 2018 واليوم الاف الدوانم ايضا تتضرر بسبب شحة هذه المياه والاخص المناطق في ديالة يخوض العراق بين فترة واخرها حروبا شتى وهذه المرة حرب المياه الذي دمرت مئات الدوانم من الاراضي الزراعية في ظل سوء التخطيط في ادارة الملف المائي لسنوات سابقة من قبل الحكومات المتعاقبة من محافظة ديالة حسن الشمري التغيير الفضائية